الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السادس والعشرين من يناير سأستعرض أبرز التطورات التي حصلت بعد ساعات ظهر اليوم إضافة إلى تصريحات بوتين الأخيرة حيث قال بوتين أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا كان هناك نحو 170 ألف جندي روسي إلى 205 ألف جندي روسي يقاطلون في أوكرانيا اليوم هناك 600 ألف جندي وأكثر الأمر الإضافي الآخر أحبائي هو مقالة بوتين حول موضوع الأسلحة التطور طبعا الذي يخدم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأيضا الأمر الإضافي الآخر هي وحدات المتطوعين وضرورة وجودها في الحرب فقال أنها توحد البلاد وما إلى هناك ولكن طبعا أحبائي كما تشاهدون على الخريطة أن أستعرض التشكيلات العسكرية ودوما تلاحظون أنها بالأرقام طبعا هناك وحدات قديمة وحدات جديدة حين دعتي إلى جبهة ما أقول لكم أن هذا الفوج هو فوج تابع أو فوج قوات احتياط وإلى آخره لذلك من الضروري معرفة كل فوج وأهميته هل هو فوج كان موجود سابقا ويقاطر ولايه خبرة أم هو فوج مثلا متطوعين جدد تم استقدامهم إلى المنطقة على شكل تعزيز أيضا في الجهة الأوكرانية أقول لكم دوما ما هي الألوية الأوكرانية القوية وطبعا ما هي الألوية التي عبارة عن تابعة لا يوجد عناصرها حتى ربما استخدام السلاح لذلك هناك فرق وضرورة جدا معرفة التشكيلات العسكرية لكل الطرفين ووجودها على الأرض واسمحوا لي أن نبدأ بجبهة باخموت حيث استطاعت القوات الروسية التقدم باتجاه إيفانيفيسكي كما ذكرنا في وقت سابق قامت القوات الروسية بالتقدم بهذين الاتجاهين انطلاقا من هذه المنطقة واستطاعت السيطرة على مساحتين المساحة الأولى في هذه النقطة بعرض 300 متر وعمق 150 متر وفي هذه المنطقة بعرض 310 أنتار وبامتداد 460 متر القوات الروسية كما قلت لكم في وقت سابق وقد أشرت إلى ذلك في عدة فيديوهات تحاول التقدم باتجاه إيفانيفيسكي باتجاه هذه المنطقة من هذا الاتجاه وطبعا من هذا الاتجاه الأمر اللافت لآخر حبائي هو وجود معسكرين للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة ليعركرين تقدم القوات الروسية على طول هذه المنطقة أيضا يوجد هناك معسكر إضافي في هذه المنطقة للقوات الأوكرانية تحاول القوات الروسية التقدم عبر أحزمة الغابات هذه للوصول لإيفن فيسكي إضافة إلى ذلك تحاول القوات الروسية التقدم من محيط مدينة بخمت مباشرة وعبر هذا الطريق والضغط على طول المنطقة للوصول إلى هذه البلدة الهامة جدا والتي تعتبر خط دفاع أول عن تشازي فيار التي بدورها تعتبر خط دفاع أول غربي القناة عن المدن المهمة التي ذكرتها في الفيديو الصباحي ورجاء أحبائي تابعوا جميع الفيديوهات لا تعتمدوا فقط على فيديو المساء أو فيديو الصباح فقط في كل فيديو هناك تطورات إن لم يكن هناك تطورات لن أعرض أي فيديو إطلاقا أما في اتجاه شمال مدينة بخمت فبدأت البعض وسائل الإعلام الروسية تقر بخسارة جزء كبير من هذه المنطقة إضافة جزء بسيط من وسط بودانيفكا وتراجع القوات الروسية للجزء الشرقي من بودانيفكا وطبعا استعداد القوات الروسية لمعاودة شن هجمات إضافية عبر اللواء 200 والفرقة 98 والفوج 11 على طول هذه المنطقة لمجددا للسيطرة عليها وطبعا الوصول إلى القناة المائية لذلك سنشهد في الأيام القادمة عمليات عسكرية إضافية باتجاه هذه المنطقة وطبعا كما تشاهدون يوجد في الخلف الفوج 1307 هو طبعا فوج تعبئة تم إرساله إلى هذه المنطقة الأمر الإضافي الآخر أحبائي هو ما سترونه في آخر الفيديو حول التشكيلات الأوكرانية التي تقاطر في محور كوبيانسك والحجد الكبير الأمر الإضافي الآخر هو موضوع التشكيلات العسكرية التي تقاطر في مارينكا وفي أفدييفكا في مارينكا المعارك مستمرة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تنشأت منطقة رمادية نتيجة تقدم القوات الروسية في المنطقة ولكن دون أن تستطيع تثبيت أي سيطرة لها في هذه النقاط ولكن يمكن كون أن هذه المنطقة أصبحت رمادية أي تقلصت مساحة السيطرة الأوكرانية إلى صالح الوسط لا مع الروس لا مع الأوكران يوجد في هذه المنطقة معسكر للقوات الأوكرانية كما تشاهدون ضمن الخطوط الزرقاء يقوم بحماية هذه المنطقة ويمنع تقدم القوات الروسية تحاول القوات الروسية على طول هذه المنطقة القيام بهجمات وشن هجمات والضغط على القوات الأوكرانية واستهداف هذا المعسكر ولكن هذا المعسكر محصن بشكل جيد لذلك تعمل القوات الروسية لاستهدافه بكثافة لإخضاعه لسيطرتها كي تحقق تقدم على طول هذا الطريق السريع الذي سيسهل مهمة القوات الروسية في الضغط على يوريفكا من الجهة الجنوبية كذلك تواصل القوات الروسية عمليتي العسكرية باتجاه هذه المنطقة حيث يتحصن الأوكران في محاولة أيضا للسيطرة على كامل هذه المنطقة الأمر الإضافي الآخر القوات الروسية تواصل شن هجمات باتجاه كراستونيفكا ولكن بشكل بطيء بشكل خفيف في محاولة ربما لتشتيط القوة الأوكرانية الموجودة في هذه الجبعة ودفعها للتواجد أو للانسحاب باتجاه كراستونيفكا لتعزيز الجبعة هنا الأمر الإضافي لآخر هي العمليات العسكرية باتجاه أفدييفكا كما تلاحظون سأعيد بعض المعلومات لأهميتها القوات الروسية تبعد عن منطقة الدومينو من الجهة الغربية 1.5 كيلو متر تبعد عن الدومينو من أقرب نقطة من الجهة الشرقية 724 متر يوجد هنا في هذه المنطقة معسكر للأوكران يمنع قيام القوات الروسية بالتقدم يوجد هنا خط دفاع متين للقوات الأوكرانية الأمر الإضافي الآخر أحبائي القوات الأوكرانية تواصل شن هجمات باتجاه هذه المنطقة ولكن كما قلت لكم القوات الروسية تحتاج لتثبيت المعاقع لها في المناطق التي سيطرت عليها وإلا ستخسرها بشكل سريع في حال شن الأوكران هجمات مضادة لهذا توقف الهجوم الروسي مؤخرا في آخر 48 ساعة وطبعا تحاول تحصين في الأماكن التي يجب التحصين بها كي تمنع أي هجمات أوكرانية لذلك في آخر يومين كان هناك العديد من هجمات من قبل القوات الأوكرانية تم التصدي لها وتم الحق خسائر بها ولم تنجح هذه الهجمات في استعادة أي منطقة خسرتها القوات الأوكرانية لذلك هذا جزء من العملية العسكرية وبالتالي ليس نوعا من الانكفاء الروسي وطبعا العملية مستمرة بين الروس والأوكراني الاشتباكات مستمرة وننتظر ما سيحصل في وقت ضاحك أما في اتجاه كاميانكا فالمعارك مستمرة وعلى شدها تحاول القوات الروسية طبعا استهداف هذين المعسكرين القوات الأوكرانية تحاول دوما استهدافهم بأكبر قدر ممكن بالضربات الجوية ولكن يبدو أن هذين المعسكرين حتى لحظة صامدين أمام هذه الضربات وتحاول بعض المجموعات المشاهدة الروسية التقدم دخل المنازل في هذا الاتجاه ولكن لا نجاح حتى اللحظة الأمر الإضافي الآخر هي المعارك التي تحصل في اتجاه استيبوفي ما ذالت مستمرة وطبعا ضغط كبير من قبل القوات الروسية الأمر الإضافي الآخر هو ما تشنه القوات الأوكرانية من هجمات في اتجاه هذه المناطق تحاول القوات الأوكرانية الضغط على المجموعة الروسية الموجودة في شمال أفديفكا وتحاول تغيير اتجاه نظر القوات الروسية تحاول أن تدفع القوات الروسية للخروج من هذه المناطق صحب تعزيزات وإرسالها إلى الجبعة الشمالية من أفديفكا باتجاه شمال كراسنوريفكا أما في اتجاه كوبيانسك فهنا سأتحدث عن بعض المعلومات حول ما يحصل في هذه الجبعة في هذه الجبعة في اتجاه كوبيانسك لدينا محور كبير يمتد من سينكيفكا وصولا إلى هذه المناطق الأخيرة المؤخرة التي شنت بها القوات الروسية العديد من الهجمات طبعا جبهة كوبيانسك يحميها الكثير من الألوية العسكرية كثير من التشكيلات الأوكرانية الموجودة في المنطقة هنا سأذكرها لكم ولاحظوا العدد بداية يوجد اللواء 14 اللواء 30 اللواء 41 اللواء 115 اللواء 57 أيضا يوجد اللواء 30 كما كنا تم إرساله من جبهة بخمط إلى هذه المنطقة فقط لأخذ العلم اللواء 67 موجود بكتيبة واحدة تسمى The App Da Vinci الأمر الإضافي الآخر يوجد كتائب منفصلة من اللواء 100 تابعة اللواء 103 تابعة اللواء 106 تابعة اللواء 109 تابعة واللواء الثالث إضافة إلى مجموعات من الألوية 20 28 40 41 61 43 43 إذن كتائب مختلفة وتشكيلات عسكرية كثيرة موجودة في هذه المنطقة وبالتالي الأمر ليس سهلا في الوقت الذي تشاهدون به التشكيلات الروسية موجودة بكثافة أيضا لذلك المعركة صعبة جدا في هذا المحور لذلك القوات الروسية تندفع بعملات عسكرية باتجاه هذه المنطقة حيث لا يوجد تشكيلات عسكرية أوكرانية ونظرا لأنها أقرب طريق لقطع المحور من كوبيانسك حتى كريمينا بالنصف بين الطرفين إذن أحبائي هذا كان كل شيء مع ساعات المساء أي جديد سوافقكم به إلى اللقاء بفيديو آخر